الأرصاد الجوية تعلن موعد انكسار الموجة الحارة واستقرار لأحوال الجوية مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم من جديد قال الدكتور محمود شهين مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن تقص الأربعاء شاهد استمرار للموجة شهية الحرارة التي تضرب البلاد حيث وصلت الحرارة إلى 43 درجة على القاهرة والوجه البحري و44 درجة على شمال وجنوب الصعيد وأضاف شهين في تصرحات صحفية أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حلوسها خلال 48 ساعة المقبلة تتمثل في سقوط أنطار خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس وتكون رعدية أحيانا كما تنشط الرياح على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي أيضا إلى أعاقة مستوى الرؤية وأكد شهين أنه بداية من يوم الجمعة المقبل نشهد تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتعود إلى المعدلات الطبيعية حيث يصل الحجم التراجع في درجات الحرارة إلى 6 أو 7 درجات وأشار شهين إلى أن تراجع درجات الحرارة يستمر حتى منتصف الأسبوع حيث تسجل درجات الحرارة يوم الجمعة على القاهرة 37 درجة ثم باقي الأيام تعود لـ 33 و 32 درجة وكذلك على السواحل الشمالية حيث تتراوح درجات الحرارة بين 23 و 25 درجة أما الصعيد فستتراوح بين 33 و 38 درجة وأوضح أنه بداية من أول الأسبوع تعود الشبورة المائية في الصباح الباكر وهي إحدى الظواهر الدالة على استقرار لحوال الجوية في النهاية شكرا لك عزيز المشاهد لو عجبك الفيديو اضغط لايك لو بشهدنا الأول مرة اشترك في قناتنا وفعل رمز الجرس يوصلك إشعار بكل أخبارنا الجديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة